نقصة في الجمال الخريق يعني الجمال الشكل يعني ازاي مش عارف ازاي ما قلوهاش ايه؟ الطول؟ لا الوست المحندر؟ الدحكة بصمة دحكة كل بني ادم فينا ليه بصمة دحكة فدحكة الست دي حاجة صح ما تبقى دحكة حلوة حاجة يعني هي الدحكة بتباين الصدق ما هو بزاقي دي ممكن تروح ناحية تبقى بين الشكل وبين الروح ودي واحدة من الحاجات التي تبقى الراجل بالست انت ممكن تحب بني ادم من غير ما تعرفه خلص لو قعدت معاه ودحك من قلبه هتحبه على طول فدحكة اليها بصمة دحكة طبعا مهمة انا بقول كلام كبير انتو بس عمالين تجيبولي في عميكو حكيمة والله العظيم حاجات الزهرة الحاجات اللي في الشكل اصلا الدحكة دي عالم كبير دحكة دي حقيقة ممكن تكون بدحكة بتتحك بس يعني الجلوب مش كويس دحكة دي فيها الصدق والكسب والمشاعر فيها كل حاجة فيها كل حاجة لما بتبقى حقيقية طبعا لما بتبقى حقيقية طبعا لما بتبقى حقيقية طبعا علميا هي عيوب خلقية يعني الجمازات دي فيه مشكلة في عضلة الخد نفس الحكاية طبعا الحزن الفلجة مش عارفة استنبيه ده النمش موضوع النمش ده يعني اللي بتتدايقوا منه يعني مبدايش منه عبدا انا مبدايش منه لا مش انتو يعني الستات عماتا بيتدايقوا موضوع النمش انا امت انا اول مرة اتدخل لعلاج النمش عمري ما اتدخلت وبالمناسبة ايدي سححيتلي شوية فكرة دي لان انا كنت كل ما اروحي لأي مجموعة من العلاجات البشرة اللي هي بتفتح مش عارفة تفتيح البشرة فتخد بقولها افتح ازاي انا بشريتي فتحة فتقولي لا هي هتفتح بس الحاجات اللي عم بالزبط الصيف اللي فات تعرضت للشمس يعني كنت بحط سامبلوك كتير فالنمش زهر في وشي مش بس هنا في كل حيش فما باجي اشتغل فبيضطر الميكب ارتست يستخدم معايا كريم اساس كتير وانا بحبش كده socks فقولت لا انا حاول اخفة شوية من النمش عشان يبقى مضطرش أستخدم كريم اساس كتير لانه مخرج كل شوية اقولي شاري والنمش زيادة شوية لنهاردة وفي بقع علي مخط كده اه انا حاول داريه شوية فقلت لا انا حاول اخفة في النمش عشان مستخدمش مما كيش كتير داريه واطشت ما تخليش حاجاتفوتك مواطشت